نشير إلى أن هناك بعض المشاهدات الكلامية والتي تحدث غالبا ما تحدث بين أعضاء البرلمان العراقي أثناء مناقشة قانون معين أو أثناء مناقشة بعض القوانين التي بالنهاية أكيد تصب بمصلحة المواطن العراقي استغرب رئيس تحالف القوى المدني سيد فاق الشيخ علي من التناقض لبعض العضاء والمطالبين بإقرار قانون حضر حزب البعث كما جرت العادة مشاريع قوانين في مجلس النواب تتحول إلى مشاهدات كلامية بين السادة الأعضاء داخل قبة البرلمان أخرها تلك التي نشبت أثناء مناقشة قانون حضر حزب البعث وبعد رفع الجلسة خرج رئيس تحالف القوى أن أفائق الشيخ علي في مؤتمر صحفي مستغربا من التناقض لبعض الأعضاء المطالبين بإقرار قانون حضر البعث متهما جميع السياسيين الذين عاشوا إبانا نظام السابق في سوريا بالارتباط الكلي بحزب البعث السوري وأجهزة مخابراتها كل الذين عاشوا في سوريا من السياسيين وخاصة القيادين يرتبطون ارتباطا كليا ببعث سوريا وأجهزة مخابراته وفي معرض انتقاده لجعل يوم الثامن من شباط تحديدا كموعد للتصويت على قانون حضر حزب البعث استغرب الشيخ علي من وجود مجاميع شيعية عراقية تقاتل الآن في سوريا دفاعا عن حزب البعث السوري ونظام بشار الأسد والآن هناك عراقيون شيعة تحديدا يقاتلون دفاعا في سوريا يقاتلون دفاعا عن البحث السوري والعلويين السوريين ونظام الرئيس بشار الأسد النائب الشيخ علي ذكر بأن مواطنين بسطى يقعون ضحية القتل لمجرد انتمائهم الاسمي لحزب البعث فيما لا يزال أعضاء كبار في البعث يتسنمون مناصب عليا في الدولة العراقية متهما رئيس الوزراء السابق نوري المالكي بجمع هذه الشخصيات بهدف البقاء في سدة الحكمة اليوم كما رأينا مشاهدنا بهذا التقرير يتميز كما تعلمون نواب التيار المدني الديمقراطي بحرية ربما تكون مفرطة بطرح الآراء يعني أن أفاق الشيخ علي يبدي استغرابه من التناقض بهذا التقرير وبهذا الخبر يبدي استغرابه من التناقض لبعض الأعضاء المطالبين بإقرار قانون حضر حزب البعث نقطة الخبر هنا هي هو أنه يعني يراهم هؤلاء الأعضاء كانوا محميين أيام معارضتهم للنظام العراقي السابق من قبل حزب البعث في سوريا مع استغلال رمزية اليوم الثامن من شباط يعني الشيخ علي اليوم خرج متحديا الجميع وحتى وسائل الإعلام وراهن الإعلاميين على قطع يده بعد أن أظهروا كلامه شكرا